انابه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة متواصلة والتي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعدت السيد عبد الرحمن صادق عسكر وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعدت الشيخ علي بن خليفة الخليفة وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية والشركات الراعية ونجوم الفن والرياضة والتواصل الاجتماعي وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن فعالية تحدي البحرين العالمي لبطولة كرة القدم داخل الصلاة لمدة 24 ساعة متواصلة تعد إحدى المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز اسم المملكة على خارطة الرياضة العالمية من خلال اعتمادها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأوضح سموه أن مملكة البحرين ولأول مرة ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية على المستوى الرياضي من خلال فعالية تحدي البحرين العالمي وهو ما يعكس الإرادة والعزيمة التي يتحلى بها الشباب البحريني لرفع اسم وطنه عاليا وعكس الصورة المشرقة والحضرية عن المملكة مؤكدا دعم اللجنة الأولمبية لمختلف المبادرات النابعة من شباب الوطن والتي من شأنها أن تروج لمملكة البحرين وتحقق لها العديد من المكاسب والسمعة الطيبة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن فخره واعتزازه بإقامة هذا التحدي الذي يتوافق مع تطلعات جلالة الملك المفدى والخطوات التي يمذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتعزيز مكانة مملكة البحرين عالميا على المستوى الرياضي وأكد سموه أن مثل هذه الأفكار والبرامج تؤكد ما تمتلكه البحرين من مقاومات تضعها في خانة الدول المتقدمة رياضيا كما إنها ستكشف وبشكل واضح القدرات الكبيرة التي تتمتع بها على مستوى الطاقات الشبابية التي دائما ما تبذل جهودا لإنجاح جميع الفعاليات المختلفة لسيما الرياضية والتي تحتضنها وتنظمها مملكة البحرين وأكد سموه أن ثقته كبيرة بقدرة الشباب البحريني على تحطيم الأرقام القياسية في الفعاليات المختلفة لسيما الرياضية مضيفا سموه أن هذه الفعالية تشهد خوض التحدي في العوبة كرة القدم بالصلاة إحدى الألعاب الرياضية المحببة لدى الشباب في مملكة البحرين والتي دائما ما تشهد المنافسة والإثارة مضحا سموه أن الشباب يعشق التحدي ويمتلك المقدرة لتحقيق الهدف المنشود مثمنا سموه في الوقت ذاته جهود اللجنة للأمبية البحرينية في تنظيم مثل هذه الفعالية الرائدة التي تدعم سمعة ومكانة البحرين على الصعيد الرياضي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة